كما عقد المهندس محلب اجتماعا لللجنة الوزرية لمتابعة حالة المرور والنقل لاستعراض خطة تخفيف الاختناقات المرورية في القاهرة الكبرى وللتأكيد على إمكانية تذليل الصعوبات التي تواجه المرور من خلال وضع الأليات والأطر والأساليب العلمية السليمة لحل هذه المشكلة بالإضافة إلى تطبيق قانون المرور بكل حزم وخلال الاجتماع تم الاتفاق على الاستعانة بأوتوبيسات إحدى شركات السياحة من خلال وزارة السياحة والمجموعة التنسيقية الوزرية المعنية بحيث يتم تسير وتسير خطوط أوتوبيس سريع ذي خدمة متميزة وبتسعيرة متوسطة على الخطوط ذات الطلب الكثيف على نقل الركاب وتتميز بالسرعة وقلة زمن الرحلة بالوقوف في المحطات الرئيسية فقط وبأزمنة تقاطر متقاربة وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة تربط خطوط الأوتوبيس المميز بمحطات متر الأنفاق وسكة الحديد ومواقف النقل الإقليمي وضواحي القاهرة ترجمة نانسي قنقر